اشتراك مع مجمع الملك الحسين للأعمال بايولاب نزموا الحمل بتخففوا الحمل متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن أسعد الله قاتلكم بكل خير وصحة ننقل معكم الآن آخر تحديثات وتوقعات الحالة الجوية اليومية في المملكة خلال الفترة الماضية تأثرت المملكة الليلة الماضية ولغاية ساعات صباح هذا اليوم بمنخفة جوي وعبرت البلاد مساء الأمس الجبهة هوائية بارد التابع لهذا المنخفة الجوي خطرت على إثرها الأمطار الغزيرة في عمو المنطقة الشمالية والوسطى وتساقطت وتراكمت الثلوج فوق قمم المرتفعات الجبالية العالية الشمالية في حين لم تسقط الثلوج المتراكمة في مرتفعات العاصمة وسائر مرتفعات وسط المملكة العاصمة والبلقاء واقتصرت على الثلوج الممجوجة في الأمطار في حين خطرت كميات أمطار هامة وممتازة جدا للموسم المطري الزراعي ننتقل معكم الآن الحديث حول آخر توقعات الفترة القادمة بقايا المنخفة الجوي تؤثر هذا اليوم الأربعاء بقايا المنخفة الجوي الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة أجواء باردة غائمة ضبابية مع استمارة هطول زخات متفرقة من الأمطار وزخات متفرقة من الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبالية العالية حتى ساعات عصر هذا اليوم استقرار متوقع الأجواء اعتبارا من ساعات الليلة القادمة وطوال الفترة القادمة بحيث تكون الأجواء باردة مستقرة صحوة لكنها تكون شديدة البرودة مع ساعات الليل مع توقعات بتشكل السقيح والانجماد في العديد مناطق السقيح بتوقع أن يتشكل في مناطق واسعة من مملكة في حين يقتصر الانجماد على الجبال العالية الشمالية إضافة إلى الجبال العالية الجنوبية أي جبال الشراء مع تدني درجات حارة في هذه المناطق إلا ما دون الصفر المئوي بما شئت إلا نستطيع معكم التوقعات الجوية الخاصة بالعاصمة عمان خلال الليلة القادمة نلاحظ معكم درجة حارة الصغر تقريبا ثلاث درجات في العاصمة عمان تكون أقل من ذلك صوبة الأجزاء الجنوبية من العاصمة مع تشكل واسع للسقيح في عموم مناطق العاصمة نسبة رطوبة مرتفعة جدا كذلك الحال تراجع كبير في سرع الرياح وأجواء قليلة الغيوم إجمال خلال الليلة القادمة توقعات الخاصة بثلاث أيام القادمة نلاحظ معكم ارتفاع على درجات حارة خلال ساعات النهار كما هو مبين الخميس والجمعة والسبل تبلغ يوم السق 13 درجة مئوية في حين تبقى الأجواء باردة مع ساعة الليل مع تشكل واسع للسقيح في عموم المناطق والإنجيماد فوق الجبال العالية الجنوبية إضافة إلى جبال جرش وعجلون الشمالية نعود في النهاية ونذكر بأن ما تأثرت به المملكة هو منخفض جوي كان في طياته أن يحمل الثلوج نحو الجبال العالية ترتفع أكثر من ألف متر عن سطح البحر ولم يكن هناك توقعات بعاصفة ثلجية إنما منخفض خير يحمل الخير من الأمطار الوفيرة وبعض الثلوج نحو الجبال العالية وما شاء قدر الله وما شاء أفعل بحيث هطرت الثلوج وتراكمت في الجبال الشمالية في حين اقتصرت وسط المملكة ومرتفاعة العاصمة عمان على هطول أمطار ممزوجة بأثلوج وعم الخير الوفير من ناحية الأمطار شمال ووسط المملكة كان كل ذلك حتى اللحظة بل لك ترجمة نانسي قنقر